وينضم إلينا من بغداد مشاهدين الكرام الخبير الاقتصادي السيد علاء الفهد سيد الفهد مرحبا بك في نشرة العراق اليوم مؤشر خط الفقر بداية سيد الفهد هل ارتفع عن السنوات السابقة ولماذا أولا أرحب بكم وبيكون مشاهدي قناة الحرة الكرام طبعا مؤشرات الفقر ارتفعت في العراق نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية وسوء التخليط الاقتصادي وأيضا جاء ذلك بسبب تزامن الاعتماد على الدولة بشكل كبير وعدم وجود قطة خاص أدى ذلك إلى ارتفاع نسب الفقر نتيجة هبوط أسعار النفط وأيضا جائحة كورونا مما أدى إلى وصول معدلات الفقر بنسب مرتفعة لم نشهدها سابقا ويأتي ذلك كما ذكرته نتيجة سوء الإدارة وعدم وجود قطة خاص قادر على امتصاص معروض العمل المعدل الزيادة السنوية في سوق العمل والذي يبلغ أكثر من مليون عاطل عن العمل يتم إضافتهم إلى جيش العاطلين أضف إلى ذلك الاعتماد على الدولة في توفير فلس عمل وهذا بحد ذاته هو يعد سوء إدارة اقتصادية حيث أن العراق وحسب دستوره هو يعمل ضمن اقتصاد السوق واقتصاد السوق تكون الدولة راعية لخلق فرص عمل ويعطى دور للقطاع الخاص من أجل أن ينشط الاقتصاد وبالتالي يوفر فرص عمل طيب الاتجاه هنا نحو عقد الاتفاقيات الاقتصادية سيدي مع الولايات المتحدة وأيضا مع الأردن ومصر هل سيسلم في خفض معدل الفقر وكيف ذلك؟ طبعا الاتفاقيات التي تصير حاليا مع دول الجوار هي ربما تكون اتفاقيات تجارية أكثر ما هي اتفاقيات قادرة على جذب الاستثمار وإقامة مشاريع البنى التحتية وتشغيل العاطلين عن طريق مشاريع الاسكان والمشاريع تنشيط القطاع الزراعي تنشيط القطاع الصناعي كل هذه هي تسهم أما الاتفاقيات الأخيرة ربما تكون اتفاقيات تجارية اتفاقيات تجارية لا تنفع ولا تخلق فرص عمل يجب أن يكون هذه الاتفاقيات لإنشاء مدن صناعية تشغيل قطاعات معطلة اتفاقيات تعاون لمدة الطاقة الكهربائية أيضا اتفاقيات ليكون هناك حجم مفورات وتنمية اقتصادية حقيقية تسهم بانتشال العراق من واقع الاقتصادي الحالي المرير الذي ربما يسير نحو الهاوية وإذا لاحظنا السنوات الخمسة أو الستة الأخيرة أن نلاحظ أنه هناك ارتفاع في مستويات الفقر وارتفاع في مستويات البطالة قد تخطى حجم المشكلة وربما أصبح أزمة اقتصادية اليوم يعيشها العراق هي أزمة بطالة وأزمة فقر وأزمة تشغيل واضح هذه الفكرة لكن الكاظمي نراه يسعى لربط العراق مع قبرص وأيضا اليونان لتوظيف العراقيين في هاتين الدولتين ما أهمية خطوة كهذه برأيك؟ يعني هذه كلها خطوات ترقيعية ما لم يتم اليوم العراق يعتبر في نظر دول العالم هو بيئة صالحة يعني بيئة متعطشة للاستثمارات وهناك حاجة لإقامة الكثير من المشاريع وأيضا العراق اليوم يقع ضمن مصب أنظار المستثمرين العالمين لكن ما ينقصنا هو توفير بيئة صالحة للاستثمار ودعم القطاعات وأيضا القضاء على الفساد والمحسوبية والمسوبية بحيث تكون هناك بيئة تحتضن الاستثمارات اليوم العراق من أكثر الدول حاجة إلى مشاريع بناتحتية مشاريع كهرباء سكك وغيرها كل هذه الأمور موانئ مطارات كل هذه الأمور تسهم بالتشغيل الأيد العاملة ويعني في لقاءات سابقة مع صناعيين عراقيين قالوا أن لديهم فرص عمل تشغل أكثر من مليون عاطل عن العمل وبالتالي كل قطاع يشغل مليون وهذه شركات المعطلة يمكن أن يعود عملها هذا أكثر جدوى من أن نبحث عن فرص عمل في خارج العراق للخريجين وللعاطين عن العمل اليوم إذا كانت الحكومة جادة فعلا بأن تشغل القطاعات المعطلة هو أن تسمح وتعطي المجال للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات وأيضا تخلق بيئة حاضنة ما هو دور القطاع الخاص لإحتواء البطالة برأيك؟ كيف يجب أن يكون لهذا القطاع مثل هذا الدورة؟ نعم القطاع الخاص اليوم لا يحتاج من الحكومة سوى توفير بيئة قانونية بيئة مالية حماية لمنتوجاته عن طريق ضبط الحدود وغيرها يعني اليوم القطاع الخاص أثبت جدارته خصوصا في ظل وجود جائحة كورونا ومنع الاستيراد لاحظنا أنه هناك الكثير من المنتجات المحلية التي دخلت إلى سوق أضف إلى ذلك أنه التظاهرات عند انطلاقها في العام السابق كان رفعت شعار صناعة في العراق وتشجيع المنتج المحلي وهذا دافع جيد لأن تكون هناك صناعة أضف إلى ذلك وزارة الزراعة نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي من محاصيل زراعية وأيضا تقليل الاستيراد وبالتالي يمكن أن تكون مخرجات هذا القطاع هي مدخلات لإنشاء قطاع صناعي قادر على احتواء العيد العاملة وتشغيلها وفق القطاعات المعطلة اليوم يعني اليوم في ظل وجود جائحة كورونا وهذا الارتفاع المخيف من نسب الفقر والبطالة والاعتماد على الدولة في تشغيل اليوم الدولة توظف أكثر من أربع ملايين وخمسمائة ألف موظف ومتقاعد وبالتالي هذا يعتبر خفض للإنتاجية الإنتاجية اليوم منخفضة ولا يوجد هناك إنتاج وبالتالي الكل هي بطالة مقنعة في الحقيقة شكرا جزيلا شكرا كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي سيد علاء الفهد شكرا جزيلا لحضرتك